مسألة إدارة ما بعد الخطوة وما بعد توقيع الاتفاقية حضرك شايفها إزاي علشان ما نجيش بعد فترة ونعاني من أزمة مماثلة هو عايز أعلق بس بداية على فكرة بيئة الأصول هو بيئة الأصول ليس أصوبة والأصل اللي أنا مش قادة أديره بشكل كف أهلا وسهلا أستعين بيء من لديه الخبرة عشان يديره بشكل أقصى كفاءة وإحنا عندنا وصيقة سياسة ملكية الدولة اللي حقيقة أعلنت إنها بتتراجع في عدد كبير من قطارات النشاط اللاقصة دي ساكن كلين أو الجزئية تمام تخرج الكل أو الجزء وبالتالي إحنا في مرحلة مش مجرد إحنا بنبيع عفش بيتنا إحنا في مرحلة إن إحنا بنحس من كفاءة إدارة ما لدينا من أصول لأنه هو في النهاية أي مشروع موجود في مصر ده واجه عام حضرتك تتكلم بواجه عام في مسألة بيع الأصول أو عدم باح أي مشروع في مصر هو موجود في مصر مش هيروح في هتة تاني وبالتالي هو ملك للمصريين بيستفيد من المصريين لأنه في النهاية أي مشروع بيتمي تنفيذه بيشتغل فيها ما اللي بتستفيد داخل بيتولد لكن كان مهم التأكيد على النقطة دي تحديدا في المشروع النهاردة بالتأكيد إحنا بنتكلم مش مجرد بيع عد إحنا بنتكلم شراكة مصر بتاقي أو اللي هي تتملك 35% من المشروع اللي جادي تنفيذه وهيأخذ فارطة زمنية لكن هو الحقيقة مصري بتنوع فيه ما بين الإصمارات ما إحنا عملنا بنفسنا للعالمين ومحتاجين خبرات معنا ومحتاجين قدرات تمولية معنا علشان إحنا ما إحناش في رفع إن إحنا نضيع الوقت إحنا محتاجين تنمية سريعة محتاجين نولد مليون فرصة عمل سنويا نحتاجين نزود من مستوى الدخل محتاجين نشغل قطاعاتنا ومصانعنا وبالتالي مش هننتوقف عن عملية التنمية التنمية بقى تتم من خلال الإصمارات العامة أو يفسح المجال أمام الإصمارات الخاصة سيكون مصري أو عربي أو أجنابي إنه يستسمت ده الحقيقة مسألة مهمة جدا لكن في النهاية أي إصمار بيضيف للوضع الإقصادي ككل يعني كمان بجانب إنه يضيف ليه المصريين لأنه في النهاية أنا بتكلم على عمالة سوف تعمل بشكل مباشر مصانع هتستفيد بشكل مباشر عوات كتير آه نتكلم على سياحة ما يتجاوز 8 مليون سايع السياحة الحقيقة مسألة مهمة جدا إحنا العام الماضي 15 مليون سايع دخلنا 15 مليون دولار كل ما الإرادة السياحية هتتزايد وأعظم في اللي أعتبرون جزء أبوان من إرادة السياحة ما بيروحش للحكوم وبيروح لجيوب الناس وبالتالي بتدور هذه الأموال فيه شاريين الإقصاد داخل المجتمع بينعيش إرادة الإقصاد فبيدفع معادة إرادة الإقصاد بيزود من معدلات التنمية ففي النهاية أي مشروع بيتعامل الكل بيستفيد منه لأنه الحقيقة ده كان سؤال سؤل بشكل مباشر لدورة جيس مجلسوس المصري المواطن العادة هيستفيد إيه لا بيستفيد فيه أمود متعددة لكن هو في النهاية خلينا شيء إنه حينما يكون هناك تخفيض لحجم الدين وده الحقيقة هيبقى جزء من التنفيذ إن احنا هنقلص حجم الدين بالوداية اللي كانت موجودة 11 مليار دولار فاحنا بنخفف من الضغوط اللي موجود فيها المواطن العامل للدولة هيبقى التركيز زي ما اشار رئيس الوزراء للتعليم والصحة ومشهوع حياة كديمة وده الحقيقة موضوعات هامل للغاية هيستفيد منها المواطن بشكل مباشر اللي هي التأثير المباشر اللي يحس بيه